هنا بقى يعني انتو بتدار على العدالة وتكافؤ الفرص واحترام المسابقة ولا لا العدل في الجملة الاخيرة في بيان الكافأة وفي الخبر بتاعه اللي على الحسابات الرسمية بتاعته انه بيدرس اقامة المباراة بزهاب والعودة طب تعالي نفترض انه حيطبق من السنة دي هيعمل ازاي بقى زهاب والقيامة يعمل قرع ولا حيقول ان الماتش الاولاني في المغرب والتاني في القاهرة وممكن يقول لك العكس يعمل قرع ويحزم المسألة يعني يعمل قرع بين الاهل والوداد اذا تأهلها يعني ان شاء الله ويحزم المسألة بالقرع وده الاقرب للعدل يعني الاكثر حفظا لكل حقوق الاطراف بقول لكم الاهل مش بيتكلم على مصلحته هو لما يتكلم تكلم على مصالح الفرق الاربعة المتأهلة للسمفاينال فنتمنى انه الاتحاد الافريقي يخفها شوية يخفها شوية بجد لانه كده حتى في الاسناد بهذا الشكل لا المسألة افريقيا دولة او قرر تحتمل كل حاجة جنوب افريقيا تنظم حتى لو انت بتكلم على اسباب تنظيمية واسباب تسوقية ما انت تقدر المباراة تروح تونس تونس ما منهاش فريق واقرب للمغرب واقرب لمصر لو بتدور حتى على فكرة ان انت تحفظ مكان الاتحاد القطر داني وزمانك لعبه الطرفين المباراة الصبر روحنا جنوب افريقيا ف94 اه فاتمنى انه الاقرب للعد والاكثر حفظا لماء الواجه للاتحاد الافريقي ان المباراة تبقى زهاب او الدوري يبقى زهاب وعودة زي مكان ويرجع لهذا الشكل وانا عارف انه كتير من اعضاء اللجنة التنفيذية في الكاف منهم متسبي منحزين للفكرة دي وعشان كده قالوا ده مش قرارنا فكرة المباراة الوحدة ده كانت من الادارة التنفيذية السابقة نتمنى خلال الساعات القديمة يصدر ما يقر هذا الحق يعني سيد سبراهيم كل اتحادات العالم بتسعى الا انها تزود عدد المطشات كافيك اتصادي الاتحاد الجه في 2019 وعملها مباراة واحدة مع ان هي كانت كانت اول مرة الاهل والزمالك وكانت في يعني ممكن تعملها مباراة واحدة لانا اتنين في مصر لكن بعد كده هي ما ينفعش تبقى مباراة واحدة صراحة انت بتقررها كالنظام مش هتستنى مين اللي هيصعد طب انت بتعمل مباراة واحدة متى مطشين مش تكاسبها انا اقول لك بيقلد بيقلد اوروبا ياريت وقلدها في كل حاجة